في مدينة بورغاسا البلغارية الواقعة على ساحل البحر الأسود قرر الملك الروسي لمخيم عطلات الأطفال هذا استضافة حوال 160 لاجئاً أوكرانياً بعدما حول المركز إلى مكان لاستقبال الذين فروا من القصف وقرر بعض الروس الذين يعيشون في بلغاريا مساعدة الأوكرانيين مدفوعين بالشعور بالخزي بسبب الهجوم الذي تشنه بلادهم وغالباً ما يقدم العديد من الروس المساعدة في الظل إلا أن فيكتور باكوريفيتش لا يخشى التعبير عن الأمر بصوت عال وهو انتقل إلى فارنا الساحلية قبل 14 عاماً وأسس سلسلة البقالة الروسية بريزكا أشارت مساعدة أو نقل إلى فارناس أو نقل إلى فارناس وانتقل إلى فارناس أن أهل أن يُشترى وان أهل أن أتعدى الأحساب ولكن أتعدى الأمساب أتعدى الأحساب وأنا أعتقد أن أجب تحكم ولم يمثل العمل لصالح علامة تجارية روسية مشكلة بالنسبة للاجئة يوكزانا شردوبا في هذا البلد السابق في الكتلة الشيوعية للعلاقات التاريخية القوية مع موسكو لم تكن الحكومة مرحبة كثيرا مما تسبب في مغادرة الكثير من اللاجئين الذين تم صدهم من خلال تصريحات معادية في بعض الأحيان